السلطة ليست معتوها ولا مجنونة السلطة تعرف ما تفعل وتقصده قصدا كاملا في العصور الوسطى كانت الكنيسة تؤكد بمحاكمة الحيوانات سلطانها على الأرواح كلها أما في بلادنا فالهدف هو تجنين الناس هو إفقاد الشعب توازنه وثقته بنفسه إن الحاكم حين يحاول أن يمرر حكما معتوها تماما ويمر يصاب الإنسان المراقب لما يجري باليأس من الناس الذين مر عليهم هكذا حكم ولم يعترضوا وعليه فإن استتباب أي سلطة ظالمة يعتمد على تفتيت ثقة الناس بأنفسهم الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرق هدفهم أن تقبل الجنون لأنك تظن أن الآخرين يقبلونه هي محاولة مدروسة لتصبح عجينة في أيديهم يشكلونك كيف شاءوا فاحذر ولا تصدقهم وانتصر عليهم وعاش مهم شلون شكرا للمشاهدة